فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أما من ترك الحق عن جهل ثم بين له وعاد فهذا لا يذن بل يمدح أو تركه عن اجتهاد ظن أنه على حق واجتهد في طلب الحق ولم يوفق له لكن لو تبين له الحق لرجع عليه هذا أيضا لا يذن قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فإذا كان الاختلاف ليس عن هو وإنما هو عن جهل أو عن اجتهاد طلب الحق ولم يصبه فهذا لا يذن لكن الذي يذن هو الاختلاف من أجل طلب من أجل اتباع الهوى